الإصلاح أكثر المسميات تداولاً لدى أنصاره وخصومه على السواء فهو بحسب أنصاره ومراقبين الرافعة الوطنية الأهم للمشروع الوطني المنقذ وهو لدى خصومه في أكثر انتقاداتهم حدة باحث عن السلطة وحريص عليها وتلك في نهج الديمقراطية ومنهجية الأحزاب صفة مدح لا وصمة ذم فكل حزب يتشكل لأجل أن يحكم وفق برنامجه الذي يعرضه على الشعب ويوافق عليه يقول الناقبون على الإصلاح إنه وافد من خارج الحدود فيرد واقع الحال بأن في ذلك القول تجاوزات بلا حدود فالإصلاح يمني الهوى والهوية ومسار الإصلاح يذهب عمودياً في عمق التاريخ حيث أفكار الإصلاح اليمنية التي توجها الشوكاني وابن الأمير الصنعاني وصولاً لأب الأحرار الزبيري وتألقاً في الثالث عشر من سبتمبر الثورة يوم الميلاد ميلاد حزب المواطن في شهر الوطن فيما يتجه مسار الإصلاح أفقياً على صفحة الجغرافيا شاملاً كل حي وقرية على امتداد الوطن الكبير ليحضر الإصلاح في أكثر المناطق احتفاظاً بخصوصيتها المحلية كدلالة على تجذر التجمع في مختلف تنوعات المجتمع ويكفي الدلالة على تجذر الإصلاح في تربة الوطن وتاريخه مشاهد الإعلان عنه مع بداية التعددية حيث اليمن بكل تنوعها ممثلة في يوم انطلاق الحزب اليمني الأكثر اثباطاً بالنبأ السبائي اليقين يمنية الإصلاح التي يفاخر بها ويعمل في إطارها لا تنفي تأثره وتأثيره الفكري في سواه وتلك حال كل التجارب والتوجهات السياسية على اختلافها ورجالات الإصلاح ومؤسسو تلاقحت أفكارهم بأفكار غيرهم في جامعات سعودية وأخرى مصرية وسواها من جامعات العالم في زمن العولمة وهو تأثر وتأثير فكري لا إداري أو تنظيم سياسي وهو تقارب لا تطابق وبين التقارب والتطابق بون شاسع تدرك الاتجاهات السياسية التي تتقارب كثيراً رغم ما بينها من خلافات واختلافات وتلك حال لا يعد الإصلاح فيها بدعاً بين الأحزاب وإن بقي التجمع وفق مراقبين الأكثر التحاماً بالمجتمع في حالة صناعة الأمل ومواجهة الألم على حد سوا ترجمة نانسي قنقر